القاعدة الدستورية اللازمة لانتخابات ديسمبر تخرج أخيراً بصيغتها النهائية كمسودة اتفق عليها أعضاء اللجنة القانونية وأتم إحالتها إلى أعضاء ملتقى الحوار السياسي قبل انعقاد الجلسة العامة لمناقشتها والتوصل إلى التوافق المطلوب لاعتماد مسودة القاعدة الدستورية لانتخابات الرابع والعشرين من ديسمبر الباب الأول من القاعدة الدستورية خصصة للسلطة التشريعية ونص على تأجيل طرح الاستفتاء على الدستور إلى ما بعد تشكيل سلطة تشريعية جديدة منتخبة تلتزم باتخاذ كافة الإجراءة اللازمة لاستكمال الاستفتاء على الدستور قبل انتهاء ولايتها وتبدأ هذه الولاية من عقد أول جلسة وتنتهي بمضي أربع سنوات أو بانتخاب السلطة التشريعية طبقاً للدستور الدائم ويتعين على المجلس إنجاز الدستور الدائم في أجل أقصاه ستة أشهر وإلى ذلك الحين يتم العمل بمقترح القاعدة الدستورية الحالية والتي تنص على أن يتولى السلطة التشريعية مجلس النواب بالانتخاب العام الحري والسري مع ضمان تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 30% والتمثيل العادل للمكونات الثقافية والشباب والمهجرين والنازحين على أن يكون مقر مجلس النواب بمدينة بنغازي ويجوز له عقد اجتماعاته خارج مقره الرسمي وفقاً لنظامه الداخلي ولا يكون انعقاد هذا المجلس وإصدار قراراته صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة للنواب ومن أهم اختصاصات المجلس للتشريعات ومنح الثقة للحكومة وسحبها والرقابة على السلطة التنفيذية واعتماد الميزانية العامة وإقرار السياسة العامة المقدمة من الحكومة وفي حال قرر مجلس النواب صحب الثقة من الحكومة بالأغلبية فإنها تعد مستقيلة وتستمر بتصرف أعمالها إلى حين تكليف حكومة جديدة هذه أهم النقاط التي نصت عليها مسودة مقترح القاعدة الدستورية والتي ستخرج بصيغتها النهائية في الأول من يوليو لتشريع الإطار القانوني للانتخابات المقررة نهاية العام والتي تجمع كافة الأطراف الفاعلة من داخل ليبيا وخارجها ممثلين بالتكتلات والأحزاب المدنية والديمقراطية والمجتمع الدولي ومجلس الأمن على أنها مفتاح الحل السياسي والمؤشر على الوصول إلى تطبيق خارطة الطريق المتعلقة بالانتخابات القادمة